الموجز الإخباري من وكالة السند للأنباء أهلا بكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلم جثمان الشهيد رفيق غنام من قرية جبع في جنين بعد احتجازه لأكثر من عشرين يوما المتحدث باسم وزارة النقل موسى رحال يعلن بدأ سريان قرار خفض أسعار الوقود لمركبات النقل العام شيكلا واحدا في الأول من أغسطس آب القادم عائلة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة تكشف عن امتناع وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التعهد بإجراء تحقيق أمريكي المستقل في جريمة اغتيال ابنتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس تعلن دستورا جديدا للبلاد بعد موافقة أكثر من مليونين ونصف المليون تونسي عليه تطبيق تيك توك يطلق ميزتين جديدتين تتحان للآباء التحكمة في حسابات أبنائهم بما يخص تقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم وذلك بعد موجة كبيرة من الانتقادات والتحذيرات من خطورة بعض محتوى نهاية الموجز في أمان الله